توني ناصر الله فيديو جديد على كناتي على اليوتيوب Learn Civil 3D by Tony Nاصر الله بهذا الفيديو هنحكي أي متن فينا نحن نتفيد كميات الردم الفل نحن نعمل نعمل ديزاين طريق يعني بحيط لعم اذا بتنتبهوا انا عندي هيدا الـ Existing Ground كله سوا هو دي شائلته هيدا السورفاس هيدا السورفاس طبعي نعرف جاكم سورفاس كيفما بيان هيدا السورفاس ستراكم بالـ Objective Viewer هيدا هو السورفاس كله سوا ماي اعمل ديزاين لـ Unline I'm وهيدا الـ Design امية طبعا محلات عندي حفر ومحلات عندي حفر مثل الحالي هون بيان عندي أنا بالأحمر هو الحفر بالأخضر هو الردم معي هيدا الالايمنت اللي هنلي نعطين هي طبع تصميم طريق كله سواجيه نحن اخذنا الـ existing ground منه وعملنا الـ design بعد ما عملنا الـ design جينا عملنا الـ assembly اللي هي عشر متار يمين لين عادي مع عشر متار الشمال عملنا الـ curb storm side walk ونزلنا الـ daylight اللي هي هون basic side slope cut ditch اوكي عادي للكمه بيتلقوها بتفوتوا انتو بسك بسوها هوني عايضة بتفوتوا بسك بسوها عايضة بتفوتوا عالـ tool pallet مانو موجودة بالـ daylight بقون تجوا عشي اسمه basic عنو هيدا شي بايزيك تجوا عشي بايزيك تجوا انتو لحيي basic slide slope cut ditch اوكي جيت اشتغلت انا عليا وحطيت الـ standard البدية هون اللي هني جيت هون على الـ sub assembly property على الـ sub assembly property وجيت على الـ parameter وحطيت انو انا بدي على الـ cut 1 على 1 بدي على الـ fill slope 3 على 1 بدي على الـ 4 slope 4 1 الـ 4 slope width ما بدي هي 0 كمان الـ bottom width ما بدي هي بدي هي 0 ونفس الطريقة الـ back slope حطيتها 4 واشتغلت على الـ back slope width حطيته 0 هذا الـ setting اللي عملته انا حسب المواصفات اللي عندي اياه اوكي بجيت عملت انا create corridor وعطيت لهيدا الـ corridor كله سوا هون بلش من الزير وخالص عندي هون على الـ 850 عطيته assembly اللي هي انا شغلا لك وين هي دا جيت على الـ corridor property عطيته assembly كانت كله سوا بس خلصت الـ assembly هو دي انا ما عم بتشاههم كيف عملتون لسبب واحد بس لانو هون احنا نصرنا نعرفه جيت طلعت انا بها الـ party عندي بها القصة ملقيت عندي عندي ردم كتير ميلة اليمين ردم كتير عالي هو بان عم من الـ 775 للـ 550 اللي هو انا معلهم هون بين الـ 550 للـ 700 75 عندي محلات ردم بين 8 مطار للـ 10 مطار و34 فا اذا انا هاوضي بهذه الحالي انا ما بدي اعمل هالردم كمية كتير قوية انا بدت غيضة عن الردم ميلة اليمين بـ assembly جديد بدي اعطيه ميلة اليمين يحط لي شيء اسمه retaining wall اوكي يا شباب جيت كل اللي عملته انا وافتع هيدا هيدا الـ هيدا الـ corridor جيت لهون قلت له split region بعد ما قل لي split region شو هي select قلت له انا اصل الى region من هون الى هون اوكي يا شباب هلا الكل اللي اجي بدي اعمله انا بدي اوقف على هيدا الـ region هيدا بدي اشتغل عليها بدي اعمل right click بدي اقل له modify region راح اقل له انا هون بها الحالي isolate region يعني انت فرجيني هيدا الـ region والغيء وخفي لي كل الـ region الى باية اوكي حتى تبقى واضحة الصورة عنا على هاي الشقف اللي انا عم بشتغل فيها هلا انا عم بعملهم isolate ايبين معي بس الـ region اللي انا عم بشتغل فيها هلا بحوي هون اذا جيت لعنا هون جيت طوله انا Orbit Orbit هي طريقة من طريق 3D شباب ها جيته هم 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 وشي تطلعت هك هيدا الـ corridor اللي انا عمله ولكن الردم عندي هون وانا اذا ما نشوفه بطريقة اوضحة فينا نجي على view منجي على هون منقل له realistic ومنتطلع اذا نطلعوا طريقة الردم هيدا الـ existing ground عندي هيدا الردم لك هون الردم اللي عمدي ردم كتير كتير كبير ما بدنا نردم بهذه الطريقة فبدنا نضغط عمالة اليمين بشي اسمه retaining goal سهل كتير نحن نعمل الـ assembly نحمل عليه retaining goal ونقل له خلي يعمل يعمل تارجت على الـ surface يعني بس يدق بكعب الارض بس نقول ردم يعني surface أوطى الـ existing ground هو أوطى من ديزاين الكوريدور طبعنا فنحن عم نقل له هيدا retaining goal بلش معي من top الـ assembly اللي عم بشتغله ودلك نازل نزول للدقة بالـ existing ground عشان هيك نعمل له target خلينا نرجع لهون نحط على two frame اجي لهون ونعمل الـ assembly عم نحكي عم نرجينا لهون هيدا الـ assembly رح اخده copy من هون نزل فيه لهون نحن الـ alignment شغلنا مالة اليمين اليمين من هون انا هيدا هيدا اليمين هيدا اليمين رح امحي اجي tool palette من tool palette اجي عشي اسمه بوقف هون ازا ما بيين معي بيقوز تحت بتطلع وين في عندي بتنقى من بينك هون retaining wall vertical بيجي بقول له انا عندي ايه هون قطل لي ايه هون عظيم ف الـ retaining wall vertical بيطلع بفوق الـ sidewalk يعني فوق الراسيب اكيد يعمل حفة بيع له 40 صنع عظيم يا شباب هيدا صارت الـ assembly اللي عمنا بيجي انا بوقف عليها بعطيها اسم استنين بوقف عليها assembly property بعطيها اسم خلينا اس اس ولا قدر ميزة خلينا نحط اس اس او حتى ما حدا يفهمنا غلط نجي الى هون بيجي عهيدي رأي تكليك corridor property فوت علي انا خافيه من drawing من الـ window للـ assembly الـ region بس ان بعضه موجود عندي بالـ data basis هذه هي الـ assembly اللي عم بيحكي عنا بيجي الى هون يقول له انا نحطيه له هادي اوكي اذا بدي فيني زبط الـ frequency تبع بس هي straight ما عندي شيء بالـ frequency ما انا عقوع بيجي اهم شيء على الـ target بالـ surface راح قل له انت هوني الـ target اوكي اخذ الـ retaining wall vertical على الـ surface و بالـ الـ left دل اخذ الـ basic side slope يعني الـ daylight اللي انا حطه راح قل له انا اوكي راح قل له انا apply راح قل له انا rebuild الـ point بس خلص ربط الـ corridor المفروض هلا هيدا الردم الفل مالية اللي يلغي لي اياه من الزل محلوه متل ما بيان معنا هلا من الزل محلو الـ retaining wall اوكي يا شباب بيجي سهله نقدر نشوفه كمانا منا نعمل orbit نعملها typing orbit نجي منقبه هاي المالي هاك ونجي بنبرمه لها المالي لان هو مالية الـ right صار معنا وننظله ونطلع ان احنا شو صار معنا هيدا هو الـ wallmail الـ right اذا جيت انا الـ realistic نشوفه بطريقة اوضح هيدا الـ corridor اللي انا عامله اوضي الحيطان انا حيطان الدعم بما انه قلت له target على الـ existing ground صار عمين زمن الـ assembly وان يوصل على الـ surface door ويوقف اذا جينا كمان حبينا نشوفها الـ object viewer كمان اكيد بتبين معنا هاي طريقة كتير سهلة اكيد خلينا نعمل الـ selection object viewer نجري نطلع هون الاكوان ومعنا بالـ object review اوكي يا شباب هيك نحنا عملنا ميلة الـ right حيط دعم والتغضاء اننا احنا لهيك عانا الـ كان الفيديو كتير سريع بس المعلومة كانت كتير مهمة متمنى انكم عم تستفيدوه بدي دعمكم لايك وسبسكرايب وشارك ما فيكم بالفيديو لكل اللي بتحسوهم بيستفيدو من هيك فيديويات وشوفكم بفيديو جديد يا شباب